اشتركوا في القناة إن ضمان تمتع المواطنين بالحياة الكريمة كانت تتصدر اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى فهموم المواطنين وقضاياهم كانت محور اهتمامه وكان لا يهدأ له بال من دون أن يحقق للمواطنين تظلعاتهم ويلتمس رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم فمتابعة سموه للمشاريع التنموية والإسكانية في مملكة البحرين وقفة غير مستغربة كانت لسموه رحمه الله تعالى من خلال الحرص كل الحرص على المشاهدة الشخصية والمطلعة الواسعة لأي مشروع في المملكة وهي زيارات دائما ما يضرب بها المثل في خدمة أبناء البحرين حرص سموه رحمه الله تعالى خلال جلسات مجلس الوزراء التي يترأسها اسبوعيا على متابعة الوضع الإسكاني والتنموي في مملكة البحرين وذلك للتعرف عن قرب على حيثيات تطور العملية التنموية والعمرانية والإسكانية في المملكة إذ كان دائما ما يوجه سموه بالاستمرار بالاهتمام بالمواطن البحريني وتوفير البيئة الملائمة له ما يؤكد دائما بأن المواطن البحريني وتنميته واستقراره هي أولوية الحكومة توفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي هذا ما أكد عليه سموه رحمه الله تعالى إذ تنوعت هذه الجهود على مختلف مناطق البحرين ملبية بذلك ألاف الطلبات الإسكانية وعدد من المشاريع التنموية والخدمية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدأ ومتابعة حكومته الموقرة بتحقيق المزيد من ضمانات الاستقرار الاجتماعي وفقا لأعلى المعايير وواصل سموه رحمه الله خلال السنوات السابقة جولاته الميدانية في المحافظات بمدنها وقرها للإطلاع على أحوال المواطنين فيها ومتابعة شؤونهم عن قرب وحرص سموه خلال تلك الزيارات على الاستماع من المواطنين بشكل مباشر عن أحوالهم وأوضاعهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم حاضرا ومستقبلا عن الخدمة والمرافق الحكومية المختلفة سجل حافل بالإنجازات وفي جميع المجالات هذا ما عرف عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى جعلت منه الشخصية القيادية والريادية التي رفعت اسم مملكة البحرين عاريا في المحافل الخليجية والإقليمية والدولية كافة مما جعله نموذجا يعتذا به في دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر